اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك كيليو باترا 2014 والذي نفذت القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية الفرنسية واستمر لعدة ايام بالمياه الاقليمية الفرنسية اجتمل التدريب على اعمال الاستطلاع للأهداف البحرية المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية اظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ اوضاعها بدقة وسرعة عالية واقامت القوات البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ الرمية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الاهداف السطحية والجوية المعادية وتأمين الوحدات البحرية باستخدام اسلحة المدفعية والدفاع الجوي اظهرت مدى الدقة في اصابة الاهداف والتعامل معها وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين كما تم التدريب على الامداد والتزود بالوقود بالبحر واجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للمواقف الطارئة ابرزت القدرة العالية على تنفيذ المهام بكفاءة عالية وبمعدلات قياسية وقامت عناصر من الجانبين بالتدريب على اعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن ومكافحة القرصانة البحرية كما تم التدريب على عمليات البحث عن الغواصات المعادية بالاستعانة بطائرات الهليكوبتر وتنفيذ طلعات ليلا لاكساب القوات القدرة على تنفيذ العديد من المهام تحت مختلف الظروف وفي نهاية المناورة اشاد الجانبان بالمستوى الراقي للقوات البحرية لكلتا الدولتين التين تربطهما اواصر الصداقة والتعاون مما يحقق الاستفادة المرجوة خلال مراحل التدريب المختلفة تأتي هذه التدريبات في اطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو حديث في اسليب القتال البحري وما يتم تطويره من اسلحة ومعدات في هذا المجال وتنمية قدرات العناصر المشاركة على تنفيذ مختلف المهام وصولا الى اعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتال العالي